السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة الانجليزي اسهل معمس عزة. لو اول مرة تشرفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل فيديوهاتنا. احنا هدفنا التفوق وليس مجرد النجاح. احنا بنحل اسئلة وبنراجع. راجعنا على يونت وان وعملنا عليه اسئلة. ويونت ويونت سري. النهاردة بازن الله. هنعمل مراجعة متميزة جدا على يونت فور. وبنراجع كمان على الجرامر الموجود في الوحدة. واحنا بنشرح الاسئلة ازاي بتتحل. يلا بينا نبدأ. اول سؤال بيقول لي. my favorite person. كلمة person يعني شخص. ما تتخطوش. هي موجودة عندي في المنهج. مش جديدة عليا ولا حاجة. my favorite person is the cube ولا nurse. هختار طبعا ايه? person يعني شخص انا بتكلم على ناس ما يفعش كيوب هنختار طبعا nurse الممرضة. السؤال اللي بعده. ولا draw a picture of yourself. يعني ايه? ارسم ولا اكتب صورة لنفسك طبعا ايه? draw. الاجابة الصحيحة draw يعني ارسم. اللي بعده. they are my. طبعا هما جمع. يبقى هات مفرد. كون مفرد. clauses ملابس. يبقى الاجابة الصحيحة clauses نحط عليها. داير. اللي بعده. he is a doctor ولا nurse ولا gardener. هنا هنشوف الصورة. صورة حارس الجنينة واقفة هوت. يبقى اسمه ايه? gardener. الجنينة. اللي بعده. this ولا this ولا that? are pyramids. طبعا R هنا جمع. يبقى هنختار مين? this. this هذا للمفرد القريب. this هؤلاء جمع قريب. قريب. زد مفرد بعيد. يبقى الاجابة الصحيحة زيس. لانها عندي برامدز جمع. اللي بعده. we are one. ايه? نحن نكون one واحد. ايه? team ولا meet ولا ball? طبعا هو هنا بيلخبطني بين كلمة team و meet. احنا ما نتلخبطش team يعني فريق بدأ بحرف الت. لكن meet يعني لحمة طبعا بدأ بحرف ال m. يبقى الاجابة الصحيحة عندي. team. نحن بنكون ايه? team. فريق واحد. نكمل. no i. can ولا or ولا can't throw the ball. طبعا قدام قلنا no. يبقى لازم ناخد النفي. يبقى can't. اللي بعده. can ولا or ولا am you run fast. جاوبنا قلنا ايه? yes i can. الاجابة can. يبقى نرجع على طول لازم السؤال. كان آآ آآ بكان. اللي هي معناها هل تستطيع ان انت تجري بسرعة? yes i can. السؤال اللي بعده i hit the ball in tenis ولا football? طبعا هنا عندي دي صورة الكرة التنس. احنا بنضرب الكرة فين? في التنس. لكن في الفوتبول kick the ball. يبقى الاجابة الصحيحة طبعا تنس. اللي بعده i hit ولا kick? ولا throw the ball in football? لسه يلينها بقى هوا. فوتبول آآ كرة القدم بنشوت الكرة يشوت يعني kick. اللي بعده you throw the ball in. بترمي الكرة? تنس? ولا باسكتبول? طبعا في الباسكتبول. اللي بعده my team. يعني فريقي. تاني. my team. hits ولا wins ولا kick the game? the game يعني هنا المباراة. يبقى my team wins the game. كسب الايه المباراة. نكمل? آآ آآ اي hit Gods với my racket ولا ball ولا hair? طيب. اي hit the ball يعني انا بضرب لايه القورة? احنا بنضرب الكورة بايه? with my racket. racket طبعا ايه المضرب. يلا السؤال اللي بعده. ماي اولد ولا نيم ولا بول از ياسر. اسمي ياسر. يبقى هنقول ماي ايه? ماي نيم. يعني اسمي. شطرين. اي بتاخد ايم ولا كان? هي اي بتاخد ايم وبرضو بتاخد كان. طب احنا نختار ايه? اه ولا ار طبعا. انا بعرف العب كورة. يعني استطيع ان انا العب كورة. يبقى اي كان. اي كان. يعني انا استطيع اللي بعده تونتي بلاس تن از يعني عشرين بلاس يعني زائد بلاس تن از بيكون كام? بنجمع بقى يلا شوية ماس حلوين كده. عشرين زائد عشرة سيرتي. اه عشرين زائد عشرة هيكون ايه? سيرتي تلاتين. اللي بعده سيرتي مينس. مينس يعني ناقص تاني. مينس يعني ناقص. تونتي از one ولا تن ولا ففتي سيرتي. يلا نطرح بقى يا شاطرين مع بعد كده. سيرتي يعني تلاتين. هنطرح منهم عشرين. هيتفضل عندي الايجابة تن. تن يعني عشرة. هي ايتس ولا درينكس هلسي فود? فود طعام. هو الطعام احنا بنا ناكله ولا بنشربه? طبعا ايتس يبقى هي ايتس هلسي فود. يبقى الاجابة الصحيحة ايتس هنختارها. يلا نكمل. بلاينج تنس از هلسي ولا ان هلسي? لعبة تنس بيكون ايه? بيكون هلسي طبعا نختار كلمة هلسي. الاجابة الصحيحة. اللي بعده اي كيك ولا هيت ولا سرو زاي بول ويز ماي راكت. انا بضرب الكورة ولا بشوت الكورة ولا سرو آآ برمي الكورة بالاي? بالراكت المضرب طبعا اي هيت. هيت طبعا. اللي بعده اآ كان يو رن? نو اي طالما الاجابة كان يبقى ليس او نو. تمام. طالما بقى عندي هنا نو يبقى اول اي كان ولا كانت طبعا على طول. ادام في نو يبقى نكتب كانت اللي هي ايه? النفية. السؤال اللي بعده اكسرسايز ولا شوكولات ايز هلسي? اللي بيكون هلسي صحي اكسرسايز ولا شوكولات طبعا ايه? اكسرسايز هي الاجابة الصحيحة. watching too much tv. too much tv. يعني ايه? مشاهدة التلفزيون اكسر من اللازم يعني كتير. is healthy ولا unhealthy? طبعا unhealthy. غير صحي. اللي بعده صارة play ولا بلايز تنس? صارة مفرد. يبقى الفعل لازم يجي في اس ولا ما يجيش في اس? لا الفعل لازم يجي في اس اللي هي بلايز. يبقى صارة play is tenis. يلا السؤال اللي بعده. he doesn't eat ولا drink soda? soda اللي هو ايه? الببسي طبعا الصودا. يبقى نقول ايه? he doesn't drink soda. لا تشرب الايه? صودا. تعالوا بقى نتعلم مع بعض نحل كتعة كده ونتدرب عليها طبعا دي للمتفوقين والشاطرين. read and take. هنا اه صح ولا غلط? يعني حاتم بيكون صحي. he runs? هو بيجري. he plays tennis. هو بيلعب تنس. he drinks water. هو بيشرب ماء. he doesn't watch too much TV. ما بيتفرجش على التلفزيون كتير اكثر من اللازم. he eats healthy food. هو بيأكل طعام صحي. يلا بقى نختار. احنا كده بفهمنا كويس قوي القطعة. نختار بقى نشوف هن اه اه صح ولا غلط. اول سؤال بيقول لي. he is a girl. هو بيكون بنت. حاتم. ولد. حلو راجل اهو. يبقى هنقول ايه? آآ جيرل. طبعا علامة غلط. هنحط هنا ايه? غلط. اللي بعده. he plays tennis. هو بيلعب تنس. نطلع للقطعة. اهو موجودة. he plays tennis. يبقى علامة صح. هنحط علامة صح. السؤال اللي بعده رقم تلاتة. he doesn't drink water? لا. doesn't معناها لا. هو لا يشرب الماء. هو ما بيشربش مية. لا طبعا هي هو صحي. هو صحي وبيشرب. يبقى he drink is water هو بيشرب مية. يبقى هنحط علامة آآ خطأ. السؤال اللي بعده حاتم is healthy? حاتم بيكون healthy. ايه صح طبعا. نحط علامة صح. السؤال اللي بعده. he watches. he watches too much tv. يعني هو بيتفرج على التلفزيون كتير. هنطلع للقطعة. نلاقيها مكتوبة. he doesn't watch too much tv. يبقى هنا العلامة غلط. نحط علامة غلط. يلا نشوف قطعة كمان. تعالوا نقراها ونشوف احنا هنحل لها ازاي. read and take. هنحط علامة صح ولا علامة غلط. هنا بيقول لي. i am هاني. يعني انا اسمي هاني. i play basketball. انا بلعب كرة السلة. i throw the ball. انا برمي كورة in the basket في السلة. and my team wins the game. يعني فريق يكسب المباراة. خلاص خلص قطعة. سهلة خالص ما فيهاش حاجة. يلا نشوف بقى الاسئلة. i am adam. انا اسمي ادم. طبعا نطلع للقطعة. هو بيقول i am هاني. يبقى نحط علامة غلط. السؤال اللي بعده. i play basketball. انا بلعب كرة السلة. لازم اطلع للقطعة. اشوف. هو قال ايه? play basketball. يبقى الاجابة صح. نحط علامة صح. my team doesn't win the game. my team. يعني الفريق بتاعي. doesn't win the game. ما بيكسبش الماتش. طبعا علامة خطأ. آآ هاني play football. هاني بيلعب آآ فوتبول. كرة القدم. طبعا هي مكتوبة فوق ان هو بيلعب بسكتبول. يبقى نحط علامة غلط. هاني throw the ball in basket. هاني بيرمي الكورة في البسكت السلة. طبعا صح. هنحط علامة صح. خلصة القطعة جنتهز. ولم فيهاش اي حاجة صعبة. يلا بينا نحل سؤال ترتيب. يعني رتب. لان لازم نحفظها. وطبعا احنا بنكون عارفين شكل الجملة ان هي متلغبطة. لازم ان احنا نرتبها. اول حاجة بيقول لي. this is my racket. تاني. this is my racket. يعني هذا المضرب آآ بتاعي. الرقم اتنين. can you play football? تاني. can you play football? اللي بعده رقم تلاتة. exercise is healthy. يعني التمرين بيكون صحي. exercise is healthy. يلا نكمل اللي بعده. I kick the ball. I hit the ball with my racket. يعني انا بضرب الكورة بالاي? راكت المضرب تاني. I hit the ball with my racket. السؤال اللي بعده. he eats healthy food. يعني هو يأكل طعام صحي. تاني. he eats healthy food. السؤال اللي بعده. I play with my team. I play in a team. sorry. I play in a team. السؤال اللي بعده. fifty plus ten is sixty. تاني. fifty يعني خمسين. يعني زائد. آآ fifty plus ten زائد عشرة. is sixty. بيكون ستين. السؤال اللي بعده. can you play tennis? تاني. can you play tennis? السؤال اللي بعده. I can run fast. انا بقدر اجري بسرعة. I can run fast. يلا نحل سؤال كمان. السؤال ده بيجيب لي صورة وبختار الكلمات آآ النقصة من الكلمات اللي موجودة عندي فوق في المربع. ما نجيبش كلمات من برا. نلتزم باللي موجود. اول حاجة بيقول لي هنا ايه? ten. ten is twenty. ten عشرة. ايه? عشرة? بيدينا عشرين. يبقى plus plus يعني زائد. يبقى هنختار plus. نكتبه على النقاط. السؤال اللي بعده. I نقاط throw the ball. انا ايه? ارمي الكرة. انا استطيع ارمي الكرة. يبقى هنختار can. I can. السؤال اللي بعده. this is my racket. فاضل عندي هنا is. وفاضل عندي كمان team. يبقى this is. هذا يكون my racket. اخر حاجة. I play in A. انا بلعب في ايه? team. فريق. السؤال الاخير هنا. انا حبيت اجيب لكم سؤال عن كوبي. يعني خط. آآ في ولاد كتير بتنساه. سؤال مفهوش اي حاجة اصلا. احنا مجرد ان احنا بنكتب الجملة بخط صحيح. نلتزم بين السطرين. الحروف اللي بتطلع فوق. آآ نلتزم ان هي تكون طالعة. الكابتل طبعا نتكتب كابتل زي ما هو. آآ حرف ال H مثلا عندي هنا طالع فوق السطر. حرف ال W هنا بينزل. لازم التزم كويس قوي بين الحروف اللي بين السطرين. ونحسن خطنا ونكتب بخط جميل. عشان ناخد درجة الخط كاملة. يبقى يعني انسخ نحفظ الكلمة دي كويس قوي. يعني هو ده سؤال الخط. انا مش بعمل في اي حاجة. انا بكتب بس بخط جميل. التمرين بيكون مفيد. احنا كده خلصنا مرجعتنا النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون مفيد ليكم واستفدتم منه. الاسئلة هتنزل بازن اللي على صفحة الفيسبوك. وهسيب لكم كمان صورة منها في صندوق الوصف. ياريت تحلوا الاسئلة وتصححوا لنفسكم من الفيديو. لو في اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وهرد عليكم. اوعو تنسوا بقى اللايك جميل زيكم كده. واشتراك في القناة وشير للقناة في كل مكان. علشان القناة تكبر بكم وتنور. وكمان انا عايز ارحب بالمشتركين الجداد نورتوا القناة جدا. فرحانة بكم جدا وبتعليقاتكم. واي اوعو تنسوا هدفنا ايه? هدفنا التفوق وليس مجرد النجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.